نادي الاهلي وببراميدز النهاردة قرعة دوري أبطال أفريقيا أجريت ونادي الاهلي هيواجه إن شاء الله الفائز من مباراة كي ام كي ام بطل زنزبار أو سان جورج بطل أسيوبيا الكسبان منهم الاهلي هيلعب معاه طيب تعالوا ونكمل المباراة الأولى هتبقى خارج مصر والتانية في القرية الاهلي هيواجه الفائز من كي ام كي ام بطل زنزبار وسان جورج بطل أسيوبيا المباراة الأولى هتبقى خارج مصر والتانية هتبقى في القرية ببراميدز هيواجه الفائز من مباراة الجيش الوطني الرواندي وكديكا الصومالي المباراة الأولى هتبقى خارج مصر والتانية في القاهرة مباراة الزهاب هتلاعب إمتى مباراة الزهاب في الدور ده هتلاعب أحد أيام 15 و 16 و 17 سبتمبر المقبل والإياب تقام أحد أيام 29 و 30 سبتمبر و 1 أكتوبر دي مباراة دولي 32 بالنسبة للأهلي والبرامدز طيب نيكا فيما يخص بقى الزمالك وفيوتشر دولي 32 أيضا بالكونفيدرالية الزمالك هيواجه الفائز من مباراة أرتاسولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي المباراة الأولى هتبقى خارج مصر والتانية في القارة فيوتشر هيواجه الفائز من مباراة سينجادا يونايتد التنزاني وجيش لكوشيانجيا من زنزبار المباراة الأولى هتبقى خارج مصر والتانية برضو في القاهرة مباراة الزيابة هتبقى أحد أيام 15 و 16 و 17 سبتمبر والإياب أحد أيام 29 و 30 سبتمبر و 1 أكتوبر المقبل طيب نروح بقى لي مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية للموسم ده اللي هو الموسم بين 23 و 24 والموعد دي هي خاصة لرقم 10 إحنا المعلومة دي اللي عندنا الدوري التمهيدي الأول هيبقى زهابا 18 و 19 و 20 أغسطس إيابا 25 و 26 و 27 أغسطس وده ما فيوش ولا فرقة مصرية هتلعب فيه والدوري التمهيدي الثاني نفس الأمر زهابا 15 و 16 و 17 لا ده هنلعب فيه آه ده هنلعب فيه ده دوري 22 زيابا 15 و 16 و 17 سبتمبر إيابا 29 و 30 سبتمبر و 1 أكتوبر راكتس في المعيد عشان تتابعوا مباريات فريقك دوري المجموعات اللي إن شاء الله فرقنا المصريات وصلوا الجولة الأولى هتبقى 24 و 25 و 26 نوفمبر يعني أحد أيام 24 و 25 و 26 نوفمبر نفس الأمر في الجولة الثانية في 1 أو 2 أو 3 ديسمبر الجولة الثالثة 8 أو 9 أو 10 ديسمبر الجولة الرابعة 19 و 20 ديسمبر الجولة الخامسة 23 و 24 و 25 فبراير العام القادم يعني ألفين أبعا وعشرين الجولة السادسة 1 و 2 و 3 مارس أيضا من عام ألفين أبعا وعشرين الدور رابع النهائي الزهاب 29 و 30 و 31 مارس والإياب 5 و 6 و 7 إبريل الدور نصف النهائي الزهاب 19 و 21 إبريل والإياب 26 و 27 و 28 إبريل نهائي دور الأبطال هيبقى الزهاب 17 أو 18 أو 19 مايو والإياب 24 أو 25 أو 26 مايو إن شاء الله الأهلي والبيرامينز يكونوا في المباراة النهائية طيب ده بالنسبة للدور الأبطال الأمام الكونفيدرالي النهائية هيبقى الزهاب 10 و 11 و 12 مايو والإياب 17 و 18 و 19 مايو